ياهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من خليجي من وين وين حلقة من المفترض أن يكون فيها المتعة والإثارة مثل ما كانت حاضرة في الجولة الثالثة والأخيرة من دول المجموعات لكأس أمم آسيا بالنسبة لمنتخبات الخليجية التي تألقها إلى العناوين تألق خليجي في الدول الأول قطر والسعودية والعراق صدارة بجدارة البحرين تتصدر وتقع في الفخ وداع مؤلم للمنتخب العماني حياة هذه البطولة منتخباتنا الخليجية قدمت من خلالها مستوى رائع شاركت سبع منتخبات وتأهلت الدول الستة عشر ست منتخبات أربع منها فاز بصدارة المجموعة اثنين منهم بالعلامة الكاملة قدمت المنتخبات الخليجية عرضا مميزا ومشرفا فاجأ كل التوقعات وكل المتابعين العنابي حصد العلامة الكاملة وتفوق على الصين وفاز بصدارة المجموعة تفوق على جميع المنافسين المنتخب العراقي قدم لنا كرة قدم مميزة وفاز على اليابان المرشح الأول فوز ببطولة وأخذ صدارة المجموعة بتسع نقاط المنتخب السعودي كذلك المنتخب البحريني أخرج كوري الجنوبية كذلك الإمارات مع عدى المنتخب العماني الذي للأسف الشديد خرج مع اليوم الأخير لمباراة هذه المجموعة صدارة الهدافين عند أي من حسين اللاعب العراقي بخمس أهداف يأتي بعد ذلك أكرم عفيف بثلاث أهداف وهذه دلالة على تألق المنتخبات الخليجية التي قدمت عروض مميزة وأصبحنا نمنى النفس بأن نشاهد نهائي خليجي وحضور مميزة المنتخبات الخليجية وأن يبقى اللقب في المنطقة الخليجية تفصيلاً نذهب إلى المجموعات منتخب قطر الوطني نجح في مواصلة مشواره المتألك والفوز بصدارة المجموعة بتسع نقاط ثلاثة كلين شيت وتألق للاعبي ومباراة حلوة مع المنتخب الصيني بدأت بالبدائل والضر من خلال المدرب بارتولوميو لبيز للدفع بأبرز الأسماء مع دخول أكرم عفيف للعب ركنية حلوة على الطاهر حسن لايدوس على طول قائد العنابي سجل من خلالها أجمل هدف في الدورة فاز بالعنابي على الصيني وتصدر المجموعة ورح يقابل المنتخب الفلسطيني الفدائي في دور الستة العشر يوم التاسع والعشرين من يناير في ملعب البيت في إطار آخر المنتخب العراقي نجح في تجنب أي مفاجأة فيتنامية وأيضاً حقق قصدات المجموعة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط وتألق لاعبي أيمن حسين القصة والحكاية والرواية في كأس أمم آسيا اللي يتحول من لاعب ينال العديد من الانتقادات المحبطة إلى لاعب يتألق ويقود منتخب بلاده ويقود نفسه شخصياً إلى صدار ترتيب الهدفين برسيد خمس أداف العراق رح تكون على موعد عربي عربي مع المنتخب الأردني في دور الستة العشر من خلال هذه البطولة المنتخب السعودي أضع ركلة جزاء أمام منتخب تايلند لكنه في نهاية المطاف خرج متعادلاً وفاز بصدارة المجموعة أيضاً بسبع نقاط واضطرته الظروف إلى أن يقابل كورة جنوبية في كلاكة يعود إلى الدوحة من سنار العام ثماني الثمانين في نهاية البطولة الذي فاز فيه الأخضر السعودي يمني عشاق الأخضر النفس بأن يتألق الأخضر في دور الستة العشر ويتابع مشواره إلى نهاية البطولة وين صار الأكشن؟ في مجموعة منتخب البحرين من منتخب يغادر البطولة وإشكاليات مع المدرب بيتزي وفوز صعف في الجولة الثانية على ماليزيا بهدف في آخر ثانية إلى متصدر المجموعة بقدرة قادر بالفوز بهدف عبدالله لال على المنتخب الأردني واحد صفر كفلة البحرين مش التاحل بأفضل ثالث ولا المركز الثاني متصدر المجموعة لأن المفاجآت حضرت والإشكاليات حضرت والشكوك حضرت في هذه المجموعة خاصة مباراة كوري الجنوبية مع منتخب ماليزيا اللي انتهت بغرابة تخيل عزيزي المنتخب كوري الجنوبية المصنف الثاني يواجه ماليزيا المصنف 130 على العالم ماليزيا المسجد لا على الأردن واي على البحرين وانتهت المباراة بينهم ثلاثة ثلاثة المهم من الأحمر البحريني استعاد عافيته تصدر المجموعة لكن الظروف أوقعت مع المنتخب الياباني في دور الستة عشر مع التمنيات والتوقعات باستمارات قتالية الأحمر البحريني في هذه البطول أضم بأنه الاتحاد الأسيوي أصبح في موقف عصيب عليه من خلال مراجعة سياسة البطول التي تضم 24 منتخب في سياسة أفضل ثوالث لأن اللي حصل اليوم من خلال مباراة هذه البطولة يثير الشكوك في تعمد بعض المنتخبات التلاعب النتيجة من أجل الحصول على مركز يجنب العديد من السيناريوهات في هذه البطولة لو البطولة أهل من خلال الأول الثاني فقط بدون حسابات أظن بأن هذا الأشياء ما كنت رح نشوفها من خلال هذه البطولة أنا أتوقع بأن ما حصل في مباراة خاصة كوري الجنوبية مع منتخب ماليزيا ما رح يمر برور الكرام وقد يعدل نظام البطولة مستقبلا ياما رفعون إلى 32 فريق ياما رجعون إلى 16 فريق مثل النسخ سابق لطالما تغنوا الناس بالعماني البطل بالعباء فنياتها روعتها نجومها منذ أن ظهروا من العام 2004 في كاس أم واسيا عالل حبسي ماد الحوسني بدل الميمني خليفة عائل محمد ربيع وغيرهم من النجوم اللي قدموا الكرة العمانية أفضل أداء في هذه البطولة أحمد مبارك كانوا طبعا اللي ختم البطول الماضي بصعود عماني لدور 16 لكن المتخب العماني في هذه البطولة للأسف خيب ظن المحبي خسارة الأولى قد تكون منطقية السعودي 2-1 روح من التغييرات ما كانت بشكل جيد في اللحظات الأخيرة هي اللي قلب الطاولة تعادل مع تايلاند صفر صفر تهمشي يات مباراة اليوم مع قير قستان المنتخب اللي كانوا مع بعض في نفس المجموعة تستكس على مخسرة مننا عمان 1-0 وتقدم المنتخب العماني بهدف أحمد الخميسي مبكرا وخلاص احنا قمنا نشوف أنه السيناريو ماشي إلى أن العماني بيكون سابع المنتخبات الخليجية تأهلا إلى الدور الثاني من هذه البطولة إذ بالدقيقة 80 وخطأ وتسجل قير قستان ولم يقدم المنتخب العماني ما يشفع له وما يرضي جمهوره لم يسجل سواه هدفين أساسا واحد منهم من ركل الجزاء وغادرت عمان وفي القلب غصة بالنسبة لجماهير الغفيرة وقد تعود الأمور إلى عدة أسباب من علاقة بالدور العماني الذي لم يتطوروا لم يصل لمرحلة الاحتراف ورغم وجود لعبين موهوبين ورغم بطالبات الكبيرة بيقالة المدرب برانكو والتعاون كان مع البطولة قبل البطولة أثناء البطولة لم يكن بالشكل المطلوب لذلك ضيفنا اليوم ما راح يكون شخص راح يكون مجموعة عدد كبير من أشخاص الجمهور العماني الجميل المميز والرائع اللي عبر عن غضبه بخروج بانتخاب بلاده خلونا نسمعهم شي يقولون تعرف اللي صار ويش مصخرة مهزلة بهدل اتحاد السبب حتى اللاعبين حتى نحن حضورنا كان حضورنا غلط مهزلة صارت فضيحة طلعنا برا على البطولة وأنا أقول أفضل أبنى من كثر ما نقول لأسباب الاتحاد واللاعبين والمدرب يمكن حتى نحن غلطانين بعد والله اللي حدث صراحة عكس توقعات الجمهور زحفة ويات من عمان كنا متوقعين صراحة كانت هذه الفرصتنا الأخيرة لتاهل كأفضل ثالث لكن الحمد لله ما توفقنا إن شاء الله إن شاء الله في قادم البطولات نحن نحمل منظومة كاملة منظومة كاملة فيها أخطاء وإن شاء الله نصلح أمورنا في البطولات القادمة إن شاء الله يكون وضعنا أحسن إن شاء الله الحمد لله رائع كل حال لعبنا قد لله ما شاء فعل طلعنا تقريبا بقلة أضرار تقدر تقول في منتخبات كثيرة عربية إن شاء الله وراح تعاوض إن شاء الله البطولة عرب فن الشباب كلهم لعبوا ما قصروا في أخطاء بسيطة تغير مجرآيات المباراة دائما إن شاء الله يعني فيه إصلاح للأخطاء بشكل عام من قبل منظومة من قبل مدرب جاز الفني بشكل كامل لكننا يعني خايفين منه صراحة وحصل الحمد لله على كل حال هذا حال الكرة الحمد لله رب العالمين الاتحاد أول شيء الاتحاد يتحمل المسؤولية بعدين المدرب أول شيء الاتحاد لاعبين يتحملوا القزوة لا كباركية بس ما نلومهم ما نلومهم هذا خيارات المدرب وهذا خيارات الاتحاد الحين أصلا حتى لو قلت المدرب إيش هيتقي المدرب الحين تعطي مبالغ عشان يروح مفهوظ من بداية البطولة أنت شفتم تلعوز خلاص يا أخي من بداية البطولة الحساب الحين عاد ما يصير بعد ما طاح الفأس في الراس تيقيت حاسب شكرا لهذا الجمهور الوفي اللي ما تخلى عن متخب بلادة في العديد المحطات داخل عمان وخارج عمان وراح نفتقد مؤاذرة المتخب بلادة لكن ما نقدر نفتقده في البطولة لأنه فاكهة كأس أمم آسف فعليا الجمهور العماني الجميل نتمنى المتخب العماني التوفيق في مراحل قادمة يتلافى من خلال عديد من الأخطاء والسلبيات إذا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وانهينا دور المجموعات ونرجع لكم بقراءة متأنية لدور الستة عشر مع تمنيات المنتخبات الخليجية بكل النجاح والتوفيق لا تنسوا من لايك وشير وسبسكرايب وتعليقاتكم مميزة شوفكم في الحلقة القادمة إلى الملتقى شوفكم في الحلقة القادمة